في المحاضرة تابعة دي بنتكلم في موضوع جديد بها بعد ما خلصنا موضوع الاشتراطات اللي هي جزء من التعاقدات بنتكلم على مواصفات الفنية للأعمال طبعا الأعمال اللي هي بنود الأعمال اللي هتنفذ في مشروع لازم يكون لها مواصفات عشان المقاول يقدر يحط عليها سعر لازم تكون انت محدد له مواصفات لهذه الأعمال المواصفات دي طبعا بتتوقف كمان على متطلبات المالك متطلبات الكود مجموعة من المتطلبات نفهمة يعني تبقى عنه احنا مشيين فأي أعمال حيتم تنفذها لازم يبقى عليها مواصفات كتعريف للمواصفات الفنية لأعمال تعتبر مواصفات الفنية لأعمال أحد الوسائل الفنية التي تستخدم في المشروعات الهندسية لتنفيذ بنود الأعمال واعتبر الأسلوب اللبزي هو الأساس في وصف خواص المواد المستخدمة كيميايا أو فيزيايا أو تحديد نوعية الأعمال مطلوب تنفيذها أو الأسلوب المستخدم أو بمعنى آخر طريقة التنفيذ التي يجب اتباعها لتنفيذ الأعمال يعني ايه كلام ده؟ يعني المواصفات الفنية للأعمال دي طبعا هي وصف لفظي للبند اللي انت بتحط له مواصفات بمعنى اننا مقول خرصانة مسلحة فلازم اكتب باللبز خرصانة مسلحة مكونة من سن قد كده رملة قد كده مية ووتر سمنت ريشيو كمية اسمنت عشان ايه؟ عشان تدي جهاد يساوي بعد 28 يوم سي مازر 25 يوترن على المليمتر سكوير يبقى انا كده وصفت مكونات الخلطة الخرصانية دي طيب هي التوصيف كده بس لا لو فيه طرق التنفيذ مهمة في تنفيذ البند بسلوب فني جيد بمعنى ان لازم اذكر ان الخلط هيكون ازاي؟ الخلط ميكانيكي لازم اذكر ان الشدة الخشبية او العبوات اللي هيترمى فيها الخرصانة دي هتكون مواصفات ايه عشان تتحمل الخرصانة اللي هتترمى اه لازم اوصف اه الحديد اه او امانشان ليه انه تفقى للرسومات اه التنفيذية لازم كمان اتكلم عن طرق المعالجة للخرصانة بعد الجفاف لازم اتكلم على طريقة التنفيذ طريقة الصبط طريقة الخلط طريقة التسوية يعني لازم اوصف البند كله بسلوب لفظي يبين مكونات وخواص وطرق تنفيذ وطرق اختبار وطرق معالجة ايه العلاقة بين المواصفات والرسومات هل المواصفات تغني عن الرسومات او الرسومات تغني عن المواصفات لا لازم المشروع يكون ليه رسومات هندسية بلاس المواصفات الفنية مفيش حاجة منهم تبدأ تنفع ان يتنفذ منها من غير الجزء التالي يبقى لو قريت كده هتلاقي ان المواصفات الفنية مكملة الرسومات فبينما تقوم الرسومات بوضع التصمات في شكل الرسومات التنفيذية كاملة كاملة الابعاد والمناسيب وبقيام مواد النهوة المستخدمة وجميع التفاصيل مطلوبة لتنفيذ المبنى والتي لا يمكن كتاباتها في المواصفات يعني في بعض الحاجات ينفع توصفها بالرسومات وفي بعض الحاجات التانية مش هتقدر تقسمها لازم توصفها بالكلام اللفظي فان المواصفات تقوم بدور تكميلي للرسومات المختلفة من خلال شرحها وتوصفها لمنود الاعمال او وصفها لمواد البناء المستخدمة وخصائصها الكيميائية والفيزيئية والاختبارات المطلوب اجراءها قبل التوريد او بعد التوريد يبقى اللعنة اتعلمهم من الفقرة دي ان المشروعات الهندسية لازم يكون مكوانة من رسومات الهندسية ومواصفات فنية وان ما فيش حاجة منهم تجوب اهمية الجزء طبعا المواصفات دي بيكتبها وبيعدها الاستشاري ولازم بتعد مين اللي عايز تخدمها طبعا المالك بيقراها عشان يحدد هالمواصفات دي بتحقق متطلباته في المشروع ولا لا يعني ما بنبصيش طبعا المالك ممكن يكون مش شرط مالك عادي ممكن يكون هيئة شركة طبعا حد عنده خبرة يعني عنده جهاز فني عنده ادارة هندسية عنده حد يقدر يتفهم المواصفات دي ويتدخل فيها طبعا يرفضها او يقبلها او يعدلها يعني مثلا على سبيل المزال لو انت حاطت مواصفات اعمال رخام باسعار غالية جدا لانواع جيدة فهو ممكن يشوف ان التكلفة دي هتكون عالية شوية فيتدخل في انه يقلل نوعية اللخام دي او مواصفاته حرصا على التكلفة يعني فالمالك بيكون له دور في كراءة وتحديد هل المواصفات اللي موجودة دي تكفيق او لا الاسشاري طبعا ده معد مفروض للمواصفات المقاول العام ده منوط لانه يقراها قويس ويتفهمها عشان دي اللي بيحدد عليها سعر كل بنت حسب مواصفاته المقاول الباطل طبعا لانه متضامن مع المقاول العام في تنفيذ بعض البنودي بقى لازم البنود اللي هيقوم بتنفيذها دي لازم يتفهم المواصفات بتاعتها عشان يقدر ينفذها وعشان يقدر يحط سعر لها الموردين اللي بيوردوا الماتيريال لازم يتفهموا المواصفات عشان يوردوا ماتيريال مطابقة للمواصفات وما تكونش مرفوضة ونقسر الوقت ونقسر تمن المواد حتى اقوى على الاقل نقلها لجان التحكيم بتستغنم طبعا للمواصفات في حال نشوق او وجود اي خلاف ما بين جهات الاشراف وجهات التنفيذ على تفسير المواصفات دي لو الموضوع وصل لليجان التحكيم فلازم الليجان التحكيم دي تتعامل مع المواصفات عشان تشوف هل المعاول قام بتنفيذ المواصفات تبقى لما هو وارد ومكتوب بمعرفة الانتشاري او ما امشي بيها على الوجه الامسل العناصر المؤسرة على كتابة المواصفات طبعا العنصر المهم جدا هو عنصر الجودة ولازم تفهم ان الجودة بتتناسب طرديا مع تكلفة يعني كلما الجودة زادت كلما التكلفة زادت بس المهم في الموضوع ان انت توصل بجودة معقولة يتطلبها المشروع يعني ما تروحش تختار نوعيات بمواصفات عالية جدا في مباني ما تتحملش هذه التكلفة او مش محتاجين هذه الجودة العالية في المواصفات وده بيظهر دايما مش البنود الاعتيادية يعني الخرصانة المباني الكلام ده لا ده بيظهر غالبا في بنود التشتباط يعني تكون بتكون عامل منشأ عادي مبنى عادي اداري ولا حاجة وعايز تحط كل الارضيات بورسلين مثلا بتكلفة عالية جدا هل المبنى ده لو غيرت من بورسلين لسراميك هل هتفرق معاه في الاستخدام ممكن ما تفرقش كتير في الاستخدام لو بعمل مبنى اداري حكومي عادي فساعات بيبقى فيه مغالاة في اختيار المواصفات مما يؤدي الى اتفاق التكلفة يبقى المواصفة دي مش مواصفة عامة كده وإلا الناس كلها هتحط اجود الانواع كل الناس هتركب عربيات مرسيدس لا انت بتحط مواصفة الحاجات على قد الجودة المطلوبة او على قد الاستخدام او على قد البيجن ممكن تكون المبنى ده انت مش هايت تعمله بيجن عالي فما تعملهش وجهات رخام وازاز وحاجات من هذا القبيل العناصر الذي تشملها المواصفات مجموعة من العناصر لازم تبقى موجودة طبعا مش شرط تكون موجودة كلها ممكن بعض المواصفات للاشياء ما يكونش فيها انصر او اتنين من هذه العناصر زي ما هنشوف كده تحديد الابعاد والمقاسات ان امكن او ترفير الموضوع للرسومات يعني طبعا لو بتقول مواصفات خرصانة ومسلحة مش هتوقع تتصف وتكتب كل بعض من ابعاد الخرصانة المسلحة اللي موجودة في المنشأ ولكن هتقول بالابعاد الموضحة في الرسومات وزي ما قلنا قبل كده ان الرسومات مكملة للمواصفات والمواصفات مهتممة للرسومات يعني الاثنين جزء لا يتجزأ لكن طبعا بتقول مواصفات لحوض مثل فانت بتقول ابعاد الحوض لان دي ابعاد موجودة وغالبا مش هتكون موجودة على الرسومات بابعادها واجب تحديد النوعيات كلما امكن الشكل النهائي المظهر الاسلوب والمقصود به اسلوب التنفيذ واسلوب التسبيت اسلوب التشغيل يعني الاسلوب اللي ممكن هيتعمل به الدقة في بعض الحاجات لها دقة اللي هي التفاوتات يعني انت لما تستلم البنوت دي هتوافق بدقة دي يعني طبعا مش كل حاجة ينفع هتكون مية في المية اجزاكت يعني مثلا لو انت بتستلم شدة خشبية المواصفات بتحدد بعض التفاوتات المسموح بيها يعني فيه نسب مسموح بيها للدقة طبعا زي ما اخدت في المساحة كده ان ما فيش حاجة في الدنيا مية في المية دقة لازم يبقى فيه تفاوتات بلاس او ماينس كذا ودي بينص عليه دايما التفاوتات دي موجودة في المواصفات منصوص عليها ان نقدر في انواع مختلفة من الاعمال يكون التفاوتات طرق كتابة المواصفات فيه اربع طرق لكتابة المواصفات كل طريقة بتتماشى مع انواع معينة من بنود الاعمال زي ما هنشوف لما نوصف الطرق دي وندي امثلة عليها هتعرف ان المؤيسة هي مكتوبة ممكن تكون كل بند منها مكتوبة بطريقة مختلفة من الترق دي طبعا لشكل البند زي ما هنشوف كده ايه الترق دي في الشراح القادمة وازاي كل طريقة تتماشى مع بنود بطبيعة مختلفة الطريقة التفاصيلية الطريقة التفاصيلية دي بتوصف البند بالنقد النقاط اللي قدام حركة دي كلها الابعاد والمقييس النوعية الشكل النهائي والمظهر واللون التنفيذ والتصنيع التركيب والنقل والاختبارات ودي طريقة غالبة تتماشى مع الاعمال الاعتيادية زي الخرصانة والمباني والحفر والاعمال المشابه دي بتتكلم على الابعاد والمقييس واحيانا بترفير في الكتابة انك تكتب انها تبقى للرسومات لان طبعا هما تيجي تعمل موصفات لخرصانة مش معقول هتقول كل ابعاد عنصر في الخرصانة يعني مش ابعاد الكاميرات ابعاد البلطات ابعاد الاعواعد ابعاد مش ايه لا هتقول تبقى لابعاد الرسومات النوعية طبعا هتتكلم عن نوعية المواد المستخدمة ومكوناتها الشكل النهائي هتتكلم على الاسطح النهائية للخرصانة والمباني والحاجات دي طريقة التنفيذ والتصنيع هتكلم عن خطوات التنفيذ والتصنيع هل الخرصانة هتكون ميكانيكي هل الخرصانة هتكون جاهزة هل ايه اللي انت محتاجه في المواصفة التركيب والنقل يعني هتصف ازاي وحتتنعل ازاي والاختبارات هتستلم الحاجات دي ازاي وبكواليتي اد الطريقة التانية طريقة تحديد النتائج النهائية تحديد الهدف المطلوب الوصول اليه من العمال ممكن تكتب المواصفات بالطريقة دي مثال اللي احنا يليينه قبل كده بالطريقة التفصيلية ممكن تكتبه بالطريقة النتائج نهائي ازاي لو انت بتعمل مواصفات لخرصانة مسلحة مثلا او خرصانة عايز توصل لها لنتيجة ما مثلا وليكن الاجهات بتاعها اربعين كيلو نيوتن على الملي متر سكوير فممكن بتقوله المطلوب تنفيذ اعمال خرصانة مسلحة بحيث تعطي اجهات كسر اربعين كيلو نيوتن على الملي متر سكوير بعد تمانية وعشرين يوم وتسيب له المكونات هو يحاول يعمل خلطات خرصانية مختلفة او اختبارات يعني يصمم خلطة خرصانية عشان يوصل للاجهات المطلوب ويمكن الطريقة دي تكون في بعض الاحيان احسن نتيجة لان انت لو كتبت له مكونات معينة والمكونات دي ما جابتش الاجهات فهو يلزمك ان الاجهات ما جايش نتيجة انه استخدم المعلومات اللي انت عطاله لكن انت لما تلزمه باجهات هو يروح يسعى لانه يوصل الاجهات ده باضافات بمكونات مختلفة المهم يعمل ديزاين لكمكريت ميكس يوصلك للندي طريقة التالتة طريقة المواصفات المغلقة اللي هو بتحدد الشركات المصنعة ودي طبعا اكيد حتى تماشى مع حاجات زي مثل الاجهزة لما تتكلم فيه احواض اواعد صرف مشابه مش هتقعد توصف له الحد ده شكله ايه ومدهون بايه ومعمول ازاي هتوصف له مركة او شركة مصنعة مثلا عيدة الستاندر اي ان كان نوع من شركات بتصنع ما تتكلم مثلا عن اجهزة تكييف هتكتب شارب هتكتب اي شركة مصنعة للاجهزة دي ومش هتخش في مواصفاتها انت هتكتب عن مركة محددة الطريقة الرابعة لكتابة المواصفات وطريقة المراجع ان انت تعمل تترفير لمواصفات موجودة في اكواد معينة طول مثلا مواصفات القياسية السعودية مواصفات العالمية للتوحيد القياسي مواصفات الجامعة الامريكية لاختبار المواد مواصفات المعهد البريطاني القياسي مواصفات المعهد الالماني للتوحيد القياسي مواصفات المصرية يعني ترفير الجلام بتاع المواصفات بتاعتك لاي مرجع من المراجع اللي انت شايفه يتماشى مع المبنى اللي انت اقسام المواصفات الفنية طبعا المواصفات بتتقسم لاقسام حسب التخصصات المختلفة اللي هتكون موجودة في المبنى فمثل الاشهر التقسمات بتكون المواصفات الفنية الاعمال الاعتهادية والمقصود بالاعمال الاعتهادية اعمال المادة اللي بقى بتاعتنا اعمال الحفر والردم الخرصان العادية الخرصان مسلحة اعمال مباني اعمال العزل اعمال البياض اعمال التكسيات اعمال الدهانات اعمال ارضيات واعمال اخرى كلها في هذا الشكل من الاعمال اللي هي الاعمال الانشائية الجزء الثاني من المواصفات بيكون الأعمال السحية والأعمال السحية دي فيه أعمال خارجية طبعاً الإمدادات بالصرف السحي والتغذية للمبنى وفيه أعمال داخلية اللي هي أعمال التأسيس والتركيم للحمامات والمطابق ومشابه الجزء الثالث للأعمال الأعمال الكهروميكانيكية يعني ده طبعاً مش تخصصنا لكن بيبقى موجود جزء في المبنى أعمال الكهرباء وأعمال الميكانيكة والتكييف زي الأسانسرات والفنتليشن وأي أعمال ميكانيكية ممكن تكون موجودة في المبنى هنتكلم دلوقتي على المقايسات المعايسة معناه كلمة معايسة يعني جدول في بنود الأعمال وتوصيف خفيف لها لأن التوصيف الكامل الشامل هيبقى في كراسة المواصفات الخانة التانية قدامها في الوحدة يعني إيه الوحدة يعني البندي ده وحداته إيه؟ بالمتر مسطح بالمتر مكعب بالمتر التولي هنشوف الوحدات دي قدام دلوقتي وبعد كده في الساعة اللي هيحطه المقاول أو لو كانت تأديرية اللي الشاري بيحسبه عشان يقدر يعرف رقم تأديري لتكلفة البند وبعد كده الجملة المؤسسات دي في منها مؤسسات تسمى مؤسسات كمية وفي مؤسسات تسمى مؤسسات تسمنية المؤسسة كمية دي مؤسسة فيها بنود الأعمال وكمياتها بدون أسعار عشان المقولين تاخدها تملى الأسعار بتاعته وفي مؤسسة تسمينية المؤسسة التسمنية دي بالاستشاري بمحاطة أسعار عشان نقدر نقارن اسعار المقاولين بالاسعار المحددة للتشاري وتسمى في الحالة دي مقايسة تسمينية او سعر استرشادي من المقاول ده شكل جدوى للمعيسة زي ما انتفقنا الخانة قلنا بيعفيها مسلسل 1-2-3-4 يعني البنود مسلسلة بيان الاعمال مثل لو بنتكلم عن خلصانة مسلحة يبقى بنتكلم بيان الاعمال خلصانة مسلحة بالمتر المكعب لزوم اعمال الاساسات للمبنى بالتسليح الموجود في الرسومات تبقى الرسومات وبتكتب في الاخر ان الباند تبقى للمواصفات لان البيان هنا ما بيكونش شامل كل المواصفات لكن المواصفات الشاملة الكاملة هتكون موجودة في كراسة المواصفات الخانة التانية بيبقى فيها الوحدة يعني ديها تتعامل بيها بالمتر المكعب بالمتر المسطح بالمتر التولي الخانة التالتة الكمية في المبنى او كمية الاساسات في المبنى ذات الفئة يعني السمن الفئة يعني سعر الوحدة والسمن يعني الكمية مضروبة في الفئة تديك التمن يمكن الورق ده سعودي شوية بتكلم بالريال يعني لكن احنا انعل الفئة عندنا بالجنيه مثلا السمن بالجنيه ترتيب الاعمال في المكعيسات دايما يعني جاءت العادة ان يبقى فيه ترتيب بترتيب التنفيذ تعريبا تبقى لتسلسل سير العمل في المبنى يعني ترتيب التنفيذ يبقى في البداية بتبقى الاعمال التي تقاس بالمتر المكعب الاعمال التي تقاس بالمتر المسطح الاعمال التي تقاس بالمتر التولي يعني الاول ترتيب لسير العمل يعني لما ذكنا الترتيب الاولاني هنتكلم على الحفر اي مبنى غالبا بيبدأ بالحفر وبعدين تنفيذ الاساسات لو فيه طبقة احلال طبقة عادية طبقة مسلحة وبعدين بعديها المباني او قابليها العزل وبعدها المباني يعني بتسلسل تنفيذ المشروع التسلسل ده جواه ترتيب تاني الاعمال التي تقاس بالمتر المكعب الاعمال التي تقاس بالمتر المسطح الاعمال التي تقاس بالمتر الطولي الاعمال التي تقاس بالعدد او الوزن الاعمال التي تقاس بالمقطوعية ده نوع من التالي وحدات الكياس وحدات الكياس للعمال بتكون بالمتر المكعب مثلا الاعمال التي تحاسب بالمتر المكعب الاعمال السلسل الأبعاد والارتفاع اقصر من 20 سنتي يعني لو عندك خرصانة مثلا مسلحة او عادية السمكة اكتر من 20 سنتي بقى تتحاسب عليها بالمتر المكعب الحقيقة مش الارتفاع اقصر من 20 سنتي بقى تتحاسب المتر المكعب ممكن تكون اقل وتتعامل بالمتر المكعب زي البلطات العادية في المباني السمكة 12 سنتي بقى 14 سنتي بقى تتحاسب بالمتر المكعب طالما معها البلطات معها كامرات ومعها اسقف كاملة يعني تتعامل بالمتر المكعب فيها عمال بتتعامل بالمتر المسطح العمال زي مساحات زي الارديات الدهنات البياط بيتعامل بالمتر المسطح فيها حاجات بتتعامل بالمتر الطولي العمال ذات الأطوال مواسير التخزية والصرف وزارات البلاط اللي هي السوق الوهدات اللي بتتحط مع البلاط درج السلم هندريلات السلالم لو معمولة من الألمتال ولا من الكريتال الحديد أو الحاجات دي فيه عاجات بتتعامل بالعدد طبعا الأعداد العمال التكرارية زي الأبواب والشبابيك والمفاتيح الكهرباء وما شابه من الحاجات دي اللي بتتعد بتكون وحدة الكياس لها العدد فيه حاجات بتتعامل بالمقطوعية يعني شاملة كل الموضوع كده وغالبا دي بتبقى أعمال مثل هدم المباني القديمة لإنشاء مباني جديدة فمش ما قولها ترتكعها بالمبنى ده عشان تقول يعني كل اللي باندي فيه يقدي إيه لا عتقول بالمقطوعية كده هدم المبنى ونقله إلى المقالب العمومية مثل غرف التفتيش اللي هي المنهولات بتاعة الصرف السحي مش معقول عتقول تقول هي فيها خرصانة ده وفيها مباني ده وفيها محارة داخليات ده وعزلة ده لكن بتحطها بالمقطوعية يعني بتحط بينه السلايز اللي جاية كلها دي بقى يعني بتعيد الموضوع تاني بس عشان يبقى عندك كمية من الكتابة أكتر من اللي موجودة في العرض بحديك عتعدي على كل السلايز دي وتقراها أو تعتبرها دي بتاعة المحاضر وشكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة